أخيراً وسريعاً جداً أنا بقى أعرف إزاي أصلاً أو إمتى المفروض أشك أن أنا تليفوني كل حاجة ممكن تكون مفتوحة عند حد تاني أو متحولة على حد تاني حلو السؤال ده جداً أول حاجة إحنا تليفوناتنا دلوقتي مفهاش تطبيقات حماية والناس مستسهلة الموضوع أغلب التليفونات اللي ممسكها أكشف عليها للناس بملاقيش فيه تطبيقات جرد أو حماية الناس فاكرة أن الموضوع ده غلط التطبيقات دي لازم تكون موجودة أولاً تاني حاجة لو موبايلك لقتيه بيهنج أو بيسخن أوي ما تقلقيش عشان الناس برضو ما تتخضش إحنا مش طلعين هنا نخد الناس بالعكس إحنا عايزين نفيدهم لأن السخونة دي هي كده كده محتويات الجهاز بتهلك بتبضوه لك وقت الاستخدام فبالتالي بيسخن الموبايلك ما تقلقوش الموضوع اللي هو منتشر على الإنترنت لو كتبت السؤال ده على البحث هايقولك لأ ده موضوع السخونة دليل على علامة الاختراك الكلام ده كلام فاضي جدا هو كده كده البرامج اللي بتكشف برنامج بسيط اللي احنا قلناه اللي هو أنتس باي موبايل بيعمل كشف كامل على الموبايل ولو لأ حاجة بيجيب هالك في أول خانة وتخليه دايماً معاك هو وتطبيق تاني اسمه أفاست بيشلك كل التطبيقات اللي جاية من بره وفي نفس الوقت تفعلي خدمة البروتكت ده التطبيق اللي أنا بستخدمه في حالة لو موبايلي تم اختراقه فبيروح للتطبيق عفواً التطبيق ده بتحطه عشان تكشف على موبايلك إذا هو مخترق أو لأ أو فيه تطبيقات مخفية موجودة أو لأ والعكس بقى موبايلي تم اختراقه وعاوز اللي أنا يعني أوقف هذا لك لما تكشف على الموبايل ده هتلاقي البرنامج المخفي اللي بيسحب بياناتك هتقوم مسحه فوراً ده أول حاجة اسم التطبيق تاني Antis by Mobile لقيت برنامج اللي قدر الله عندك يسحب بيانات أو يفتح كاميرا صوته صورة أو يفتح لوكيشن أو كده هتقوم مسحه وهتنقل بياناتك كلها من على الموبايل عندك على ممر خارجي أو كمبيوتر تاني وبعد كده هتعمل استعادة ضبط مصنع كاملة للموبايل وترجع بياناتك وأول برنامج تنزله اللي هو الأفاست أو أي برنامج تاني اللي هو مالور بايت وهكذا بحيث أنه يحميلك الموضوع ده وفي نفس الوقت هتنزل التطبيق ده بحيث أن لو حد سببت لك حاجة من وراك يبان على طول نتفيكيشن أو إشعار في التطبيق ده على طول طيب سريعا برضو أعيز أعرف منك لو فيها سألة كتير جدا حيات طبعا أنا الحلقة والله صغيرة قوي بالضبط بس في حاجة مهمة لازم بقى عرفة نقدر ناخد كمك كبير من المعلومات أنا حسابي تم اختراقه أيا مكان الحساب إنستجرام فيسبوك أيا مكان الحساب إزاي أقدر أرجعه طيب إحنا أول حاجة ما قلناش إزاي نأمن حساباتنا على الإنترنت وده أهم سؤال طيب إزاي نقدر نرجع الحساب بتاعنا لازم الناس دلوقتي لو مسميه أسامي مستعارة زي وردة الشام الوردة الحمرة الكلام ده كله غلط لازم تسميه اسم زي البطاقة بالزبط بحيث أنه لو لقدر اللط سرق هتصور البطاقة بتاعتك على مكتب عادي وتتصور البطاقة تحت دقنك سيلفي وبعد كده هتعمل رسالة للدعم الفني أن حسابك تم اختراقه وهتعمل الرسالة من على الموبايل اللي كان مفتوح عليه حسابك ضروري جدا عشان خاطر الدعم يعرف أن الحساب مفتوح على الإي بي ده وفي الآخر هيرد عليه ويرجعو لك خرار 24 ساعة دي 100% ومجرد أصلا لو ده الكلام ده لو معرفتش أنت تعمل استعادة ترجعه عن طريق استعادة الحساب أو استعادة كلمة السر أنه أحيانا المختارك بياخد الحساب يغير كلمة السر ما بيكونش لسه ضاف إيميل أو حاجة فتعمل استعادة كلمة السر تاني هيرجع لك كل بياناتك وفي نفس الوقت وخطوة بسيطة جدا لكن لو ما رجعتش وفي ناس مسروق حسابتها لازم يكون الاسم مطابق للبطاقة وهتصور البطاقة على المكتب وهتصورها سيلفي تحت دقنك أي أن كان أي نوع السوشيال ميديا اللي تسلقت منك وهتبعت للدعم وتفضل وراهم هيردوا عليك ولو ما ردوش عليك كده كده عندهم بلغات كتير جدا من الموضوع ده فأصبروا عليهم شوية وهيردوا عليك تاني وأنا أكثر حظا لو حصل ما هذا هكلمك على طرف أكيد طبعا أنت وراك ظهر يعني الحمد لله ترجمة نانسي قنقر